بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا استكمالا للدرس السابق في شرح الآيات من 149 إلى الآية 158 من آل عمران والسياق يستحضر صورة الهزيمة حية متحركة تلك الهزيمة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق ويقول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هكذا يعمق السياق القرآني وقع المشهد في حسهم ويثير الخجل والحياء من الفعل ومن مقدماته التي نشأ عنها من الضعف والتنازع والعصيان وهذه العبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل فهم مصعدون في الجبل هربا في الطراب ورعب ودهش لا يلتفت أحد منهم إلى أحد ولا يجيب أحد منهم داعي أحد والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليطمئنهم على حياته بعدما صاح صائح إن محمدا قد قتل فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم إنه مشهد كامل في ألفاظ قلائل وكانت النهاية أن يجزيهم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بفرارهم غما يملأ نفوسهم على ما كان منهم وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه وهو ثابت دونهم وهم عنه فارون ذلك كي لا يحفلوا شيئا فاتهم ولا أذن أصابهم فهذه التجربة التي مرت بهم وهذا الألم الذي أصاب نبيهم وهو أشق عليهم من كل ما نزل بهم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم وذلك الغم الذي أصابهم كل ذلك سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض وكل ما يصيبهم من مشقة فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله المطلع على الخفايا يعلم حقيقة أعمالكم ودوافع حركاتكم والله خبير بما تعملون ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها ومرجها سكون عجيب سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهم وثابوا إلى نبيهم لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة الله التي تحف بعباده المؤمنين فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين ولو للحظة واحدة يفعل في كيانهم فعل السحر ويردهم خلقا جديدا ويسكب في قلوبهم الطمأنينة كما يسكب في كيانهم الراحة بطريقة مجهولة الكن والكيف نقول هذا وقد جربه كثيرون في لحظة كرب وشدة فأحسسوا فيه رحمة الله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة روى الترمذي والنسائي والحاكم عن حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس وفي رواية أخرى عن أبي طلحة غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه أما الطائفة الأخرى فهم ذو الإيمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم والذين لم يتخلصوا من تصورات الجاهلية ولم يسلموا أنفسهم كلها لله خالصة ولم يستسلموا بكليتهم لقدره ولم تطمئن قلوبهم إلى أن ما أصابهم إنما هو ابتلاء للتمحيص وليس تخليا من الله عن أوليائه لأعدائه ولا قضاء منه سبحانه للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء إن هذه العقيدة تعلم أصحابها فيما تعلم أن ليس لهم في أنفسهم شيء فهم كلهم لله وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ويتحركون له ويقاتلون له بلا هدف آخر لذواتهم في هذا الجهاد وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضا وفي تسليم كائنا هذا القدر ما يكون فأما الذين تهمهم أنفسهم وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم ومحور اهتمامهم وانشغالهم فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى التي يتحدث عنها القرآن في هذا الموضع طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم فهم في قلق وفي أرجحة يحسون أنهم مضيعون في أمر غير واضح في تصورهم ويرون أنهم دفعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة لهم فيها وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء المرير ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم وهم لا يعرفون الله على حقيقته فهم يظنون بالله غير الحق كما تظن الجاهلية ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه سبحانه مضيعهم في هذه المعركة التي ليس لهم من أمرها شيء وإنما دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحوا والله لا ينصرهم ولا ينقضهم إنما يدعهم فريسة لأعدائهم ويتساءلون هل لنا من الأمر من شيء وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة ولعلهم ممن كان رأيهم عدم الخروج من المدينة ممن لم يرجعوا مع عبد الله بن أبي ولكن قلوبهم لم تكن قد استقرت واطمأنت وقبل أن يكمل الصياق عرض وساوسهم وظنونهم يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فيما يتساءلون فيه ويرد على قولتهم هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله فلا أمر لأحد لا لهم ولا لغيرهم ومن قبل قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء فأمر هذا الدين والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في الأرض وهداية القلوب له كلها من أمر الله وليس للبشر فيها من شيء إلا أن يؤدوا واجبهم ويفو ببيعتهم ثم يكون ما يشاء الله كيف يكون ويكشف ذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسهم وظنونهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك فنفوسهم ملأ بالوساوس والهواجس حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات وسؤالهم هل لنا من الأمر من شيء يخفي وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم يختاروه وأنهم ضحية سوء القيادة وأنهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وهو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة حينما تصطدم في موقعة بالهزيمة وحينما تعاني آلام الهزيمة حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع وحين تفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحا ولا مستقرا وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها في هذه المهلكة وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها وهي لا يمكن بهذا الغبش في التصور أن ترى يد الله وراء الأحداث ولا حكمته في الإبتلاء إنما المسألة كلها في اعتبارها خسارة في خسارة وضياع في ضياع هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله لأمر الحياة والموت ولأمر الحكمة الكامنة وراء الإبتلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور قل لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة وكان أمركم كله لتقديركم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إن هناك أجلا مكتوبا لا يستقدم ولا يستأخر وإن هناك مضجعا مقسوما لا بد أن يجيئ إليه صاحبه فيضجع فيه فإذا حل الأجل سعى صاحبه بقدميه إليه وجاء إلى مضجعه برجليه لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم ويا للتعبير العجيب إلى مضاجعهم فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب وتسكن فيه الخطأ وينتهي إليه الضاربون في الأرض مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه إنما هو يدركهم ويملكهم ويتصرف في أمرهم كما يشاء والاستسلام له أروح للقلب وأهدأ للنفس وأريح للضمير إنه قدر الله ووراءه حكمته وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور ويصهر ما في القلوب فينفي عنها الزيف والرياء ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء فهو الإبتلاء والاختبار لما في الصدور ليظهر على حقيقته وهو التطهير والتصفية للقلوب فلا يبقى فيها دخل ولا زيف وهو التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيها غبش ولا خلل والله عليم بذات الصدور وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور المختبئة فيها المصاحبة لها التي لا تبارحها ولا تنكشف في النور والله عليم بذات الصدور هذا ولكنه سبحانه يريد أن يكشفها للناس ويكشفها لأصحابها أنفسهم فقد لا يعلمونها من أنفسهم حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة إنهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية ارتكبوها فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها فدخل عليها الشيطان من ذلك المنفذ واستزلهم فزلوا وسقطوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع في الغنيمة كما جال في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحرمهم نصيبهم فكان هذا هو الذي كسبوه وهو الذي استزلهم الشيطان به ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة فتفقد ثقتها في قوتها ويضعف بالله ارتباطها ويختل توازنها وتماسكها وتصبح عرضة للوساوس والهواجس بسبب تخلق لصلتها بالله وثقتها من رضاه وعندئذ يجد الشيطان طريقه إلى هذه النفس فيقودها إلى الزلزلة بعد الزلزلة وهي بعيدة عن الحمل آمن والركن الركين ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الجبيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء الاستغفار الذي يردهم إلى الله ويقوي صلتهم به ويعفي قلوبهم من الأرجحة ويطرد عنها الوساوس ويسد الثغرة التي دخل منها الشيطان ثغرة الانقطاع عن الله والبعد عن حماه هذه الثغرة التي يدخل منها فيزل أقدامهم مرة ومرة حتى ينقطع بهم في التيه بعيدا بعيدا عن الحما الذي لا ينالهم فيك ويحدثهم الله أن رحمته أدركتهم فلم يدع الشيطان ينقطع بهم فعفى عنهم ويعرفهم بنفسه سبحانه فهو غفور حليم لا يطرد الخطاة ولا يعجل عليهم متى علم من نفوسهم التطلع إليه والاتصال به ولم يعلم منها التمرد والتفلت والإباق ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر مناديا الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء ويردهم في النهاية إلى قيم أخرى وإلى اعتبارات ترجح الآلام والتضحيات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِّي وَيُمِيتْ وَاللَّهُ بِمَا تَع وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد مادة لإثارة الحصرة في قلوب أهليهم واستجاشة الأسى على فقدهم في المعركة نتيجة لخروجهم ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما يترك في الصف المسلم الخلخلة والبلبلة ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لرصحيح القيم والتصورات ورد هذا الكيد إلى نحور كائديه إن قول الكافرين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليكشفوا عن الفارق الأساسي في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منها للسنن التي تسير عليها الحياة كلها وأحداثها سراؤها وضراؤها إن صاحب العقيدة مدرك لسنن الله متعرف إلى مشيئة الله مطمئن إلى قدر الله إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ولا يتلقى الصراء بالزهو ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحصر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا أو ليستجلب كذا بعد وقوع الأمر وانتهائه فمجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة كله قبل الإقدام والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير في حدود علمه وفي حدود أمر الله ونهيه فكل ما يقع من النتائج فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضا والتسليم موقنا أنه وقع وفقا لتقدير الله وتدبيره وحكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله توازن بين العمل والتسليم وبين الإيجابية والتوكل يستقيم عليه الخطو ويستريح عليه الضمير فأما الذي يفرق قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة فهو أبد المستطار أبدا في قلق أبدا في لو ولولا ويا ليتا ووا أسفاه والله في تربيته للجماعة المسلمة وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا أولئك الذين تصيبهم الحسرات كلما مات لهم قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجري فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية بسبب انقطاعهم عن الله وعن قدره الجاري في الحياة ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتوا أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل يذهب بأنفسهم حسرات إن لم يمنعوهم من الخروج ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل ونداء المطجع وقدر الله وسنته في الموت والحياة ما تحصروا ولتلقوا الإبتلاء صابرين ولفاءوا إلى الله راضين والله يحيي ويميت فبيده إعطاء الحياة وبيده استرداد ما أعطى في الموعد المضروب والأجل المرسوم سواء كان الناس في بيوتهم وبين أهليهم أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة وعنده الجزاء وعنده العوض عن خبرة وعن علم وعن بصر والله بما تعملون بصير على أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست نهاية المطاف وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير ما يمنحه الله للناس من عطاء فهناك قيم أخرى واعتبارات أرقى في ميزان الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد وبهذا الاعتبار خير من الحياة وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين إنه لا يكلهم في هذا المقام إلى أمجاد شخصية ولا إلى اعتبارات بشرية إنما يكلهم إلى ما عند الله ويعلق قلوبهم برحمته وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق وخير مما تتعلق به القلوب من أعراض وكلهم مرجعون إلى الله محشورون إليه على كل حال ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هذا المصير والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتمام أما النهاية فواحدة موت أو قتل في الموعد المحتوم والأجل المقسوم ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر ومغفرة من الله ورحمة أو غضب من الله وعذاب فأحمق الحمق من يختار لنفسه المصير البائس وهو ميت على كل حال بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة وحقيقة قدر الله وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة وما وراء الابتلاء من جزاء وبذلك تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة وفيما صاحبها من ملابسات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته